اشتركوا في القناة بسلسلة نشيد الحب للإديس بولوس نشيد الحب شي رائع لأنه بتحس كأنه عن جد هو نشيد كأنه في لحن بدينك عم بخبرك عن صفات الحب يلي أنت ما بتعرفها أو منك شيفها أو مش منتبهلة يعني مراتنا احنا منعيش كل يوم مثل التاني ما منوصل لمرحلة نقدر نتأمل ونقشع صفات المحبة يلي فيه جزء مننا فينا وفيه جزء بدنا نشتغل عليه ليصير فينا اليوم رح نحكي عن المحبة ترجو كل شيء ترجو جاي من الرجاء الرجاء يعني التأمل أو الإيمان بأنه اللي جاي هو شي منيح واللي جاي هو بحسب مبده الله بس قبل ما بلش احكي أنا وياكم عن المحبة ترجو عن المحبة ترجو كل شيء خليني تخبركم خبرية صغيرة ومنها رح انطلق وشوفوا كيف الحب يرجو الحب يرجو ويثق لأنه الرجاء بيجي معه ثقة إذا ما فيه ثقة ما بيكون رجاء وهلأ رح تشوفوا كيف القصة بتخبر عن أم عنده ابن منه ناجح أبدا بالمدرسة فاشل وعم بتحطه وتعلمه بمدرسة ما بتقبل إلا مستوى معين من التلميذ منشان هيك لأنه هالولد منه عم بينجح بشيء ولأنه كل الوقت متراجع على ورا بدارسه بحضوره بمشاركته كان يصلى للأم دايما رسائل من المدرسة يخبروه عن فشل ابنة توصل رسالة من المدرسة بتقول ابنك اليوم ما كان مسلم فروضه المنزلية ابنك اليوم نسأل أسئلة ما جاوب ابنك اليوم عمل شغب ابنك تراجع على ورا رسالة كلف كل يومان ثلاثة أربعة رسالة من المدرسة صار يجي هيدا الولد كل مرة بتفتح أمه الرسالة من المدرسة بتقريها بيقل له شو كاتبين شو حطين بتقله اليوم بيعتين لي إنك أنت عم تتحسن إنك أنت عم بتصير أحسن إنك أنت عم تصير كتير منيح وكل مرة هيك بتقله أمه اليوم بعطولي إنه مبسوطين منك كتير اليوم بعطولي إنك كنت شاطر بالصف صار هيدا الولد يتحمص صار هيدا الولد يشتغل أكتر وبآخر السنة نجح بتفوق وطلع الأول على صفه شو السر؟ بيرجع على البيت هونيك نهار بده يقل له لأمه إنه كل هالرسايل شجعته إنه هو يكف ويقو حاله بيروح بنبش على الرسايل وبيفتحهم وبتكون الصدمة اللي من بيشوف إنه الرسايل ما كانت الشي اللي عم بتقله يا أمه يا ترى ليش أمه عملت هيدا الشي لأنه بتحب والمحبة شو بتعمل عنده رجع بإنه الأحسن رح يتحقق وبإنه مشيئة الله بتتم بحياتنا لو مهما كنا ضعاف ولو قد ما كنا فاشلين من هيك بهيدا الرجع السابت ما نقلت له لإبنه إلا الحب ما نقلت له الشر أو البغد أو التحطيم أو الفكر المئزي أو اللي بيزل الإنسان وبيخليه ما يتقدم أبدا نقلت له كل الحب اللي بيقلبه شي غريب إنه الأمات بتقدروا تتأملوا بتقدروا تتأملوا بالرجل اللي عندهم يا لأنه هلقد عندهم حب يعني هايدي الصفة المحبة ترجو كل شيء كتير بتقدروا تشوفوها بالأمات هلأ رح خبركن عنها بس قبل رح أقلكن إنه في شغلة بسيطة نيونس صغير مثل ما بيقولوا ما بين الرجا وما بين الأمل أو الأمنية التمنى التمنى أو الأمل مربوط شوي بالعواطف والأحاسيس طبعنا ونحن شو منفكر يعني منصير نتأمل إنه إن شاء الله بكرة بيصير معي هايك أو إن شاء الله بتثبت معي هايدي الشغلة وأتمنى ومرات كتير صلواتنا لأ الله بتكون نصة تمنيات إنه إن شاء الله بيصير معي هايك إن شاء الله بتثبت هايك تمنيات هاو دي ممكن يتحققوا وممكن لأ وما إنهم مرتبطين بجوهر حياتنا أما الرجا الرجا هو مبنى على الإيمان مش حقق حسيسه مشاعر وتقلبات وطلعات ونزلات الرجا مبنى على ثقة وثبات بإنه بكرة بإيد الله واللي بحب ليش المحبة ترجو كل شيء ياللي بحب بدل يقشع إنه بكرة أحسن وإنه نحن طالما ماشيين بحسب مشيئة الله كل شي رح يكون بخير حتى ولو بعثوا مليار رسالة لتحطمنا ومليار رسالة لتقلنا أنتوا فاشلين أو أنتوا مش زابطة معكم لا في كلمة حب وفي رجا ثابت بإنه الله ماسك المستقبل الاتكال على الله نوسق بمشيئته نوسق نحن ما عنا ثقة عنا ثقة بأمنياتنا عمنا ثقة بالأمل وبنوسق في أكتر من الرجا تخيلوا يعني أنا بوسق إنه بدي حقق كل شيء بحياتي شوي ما بحقق كل شيء ليه لأنه مرات القصص اللي عم بحققها بتتعارض مع مشيئة الله بدل ما يكون عندي رجا ثابت بأنه كل اللي عم بصير معي هو خير وقدر منه انطلق لقدام لأ بتحطم وببكي وبيقس وبنزل وبقعد بأرض ما بقعد أقدر أوقف لا لأنه أنا ما عندي رجا يعني أنا ما عندي حب حقيقة أنا عندي عواطف عم تطلع وتنزل وتتمنى وتتأمل ومرات كتير ما عم تتحقق الأمات قلتلكون أن أكتر ناس لما متعيش الأمومة أكيد أكتر ناس عندهم حب وقد ما هلقد عندهم حب هلقد عندهم رجا حتى لأولادهم كانوا أبشع ناس بالحياة وأكتر أولاد مش مأزيين ومش عايشين مظبوط بتلاقوا الأمات بيدلوا يوسقوا فيهم وبيدل عندهم رجا أنه هاو دي الأولاد فيهم خير فيهم بركة مثل المحبة تصدق كتير بيشبهوا بعض بيصدقوا أنه بكرة لأولادنا أحسن فكروا بس بأمه للإديس أغسطينوس إديس أغسطينوس يعني إذا واحد بيتطلع على حياته وفلسفاته والعلم قد مراسه صار مسقف ومعلم ما بقى ولا ممكن كان بقى أنه يقدر يلتقي بأله خلاص بععد كتير مين اللي كان عنده رجا أنه لا الإديس بولوس بيرجا أنه الإديس عفوا أغسطينوس بيرجا أمه أمه الوحيد اللي بقى عنده رجا وتصلي وتقله يا رب بحطه بين إيديك فإذا أنت مش عم تتأمل أو عم تتمنى عواطف لا أنت عم توسق وعندك رجا لأنك القد عندك حب أنه اللي بحب هذا الإله يلي بحب يلي عم يسمع لصوت الحب طبعي رح يحقق مشيقته بابني وبولاده بتشوفوا الإمات مغرومين بولادهم لو شو ما عملوا لا لأنه عندهم رجا وإيمان باللي رح يكون بالمستقبل لإلهم وطالما هن عندهم رجا بأله طالما هن بحطوا إيديهم بين إيديهم الرب لقدي سيريتا تعرفوا أن أولادها من بعد من قتل بيهم إجوا بدهم يعملوا انتقام لقدي سيريتا بكل إيمان وحب ترجو من الله المحبة ترجو كل شاء كل شاء خير اتمنت من الله الخير قلت له أنا بقدم لك أولادي إن شاء الله بفلوا من هالدنى قبل ما يعملوا هالجريم بفضل إنه نيفلوا هيدا الرجا هيدا المحبة يلي ترجو كل شاء كان عندها تمنى إنه حتى يموتوا بس ما يعملوا خطيئة وما يمشوا عكس مشيئة الله وهيدا يلي صار مردوا وفلوا من هالدنى قبل ما يعملوا خطيئة وكمان مدرة ارازة مدرة ارازة مرقت بفترة كتير صعبة من الظروف البشعة ومن الألم وبتعرفوا لأنه كانت عم تتعامل مع أفكار الفقراء منشان هاكي صارت إنه عم بتحس كأنه الدنيا كلها سودى بس بقى عندها رجا وهيدا الرجا كان بالحب كان عندها رجا إنه الحب رح يدل موجود ورح يقدر يصير إنه مشيئة الله بتصير طالما حطين الله بالدرجة الأولى الرجا جاية والأمل جاية الأمل الحقيقي يعني الأمل المؤمن مش الأمل التمنى أكيد رح يصير ويتحقق لما كل الدنيا تبين إنه ما في خير لما نسود كل شي بوجنا لما نشوف إنه ما في إلا شر لما نشوف إننا عايشين بشريعة الغاب لما نفقد كل أمل ومرات معه نفقد كل أحلامنا تذكر إنه إذا بتحب رح تصدق كل شي لأنه المحبة تصدق كل شي ورح يكون عندك رجا بالخير يلي رح يجي بكرة لأنه الله بيقدر يغير كل شي وبيقدر ينعش الأرض من جديد بمشيقته ومشيقته سابتي ما بتتغير لازم إنه نترجى كل شيء متعلق بمشيقة الله لما فيه خير لألنا كلنا الله محبة وقالنا معكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر